هدنة سادسة تبدو أنها على الورق فقط بظل استمرار خروقات الميليشيا لها في العديد من المحافظات مصادر محلية في محافظة البيضاء أكدت استمرار الميليشيا في قصف مواقع المقاومة الشعبية ومناطق السكان بقذائف الهون والرشاشات الثقيلة في مديريات الزاهر والحميقان وذيناعم والقريشية في خرق واضح لاتفاق الهدنة كما واصلت الميليشيا استحداث العديد من نقاط التفتيش على مداخل ومخارج قرية حمد صرار في مديريته قيفا وولد ربيع فارضة حصارا محكما على أهالي القرية ومنعتهم من الخروج إلى مزارعهم خروقات الميليشيا لم تتوقف في البيضاء ففي محافظة الضالع عمدت الميليشيا إلى قصف جبهات حميق ومريس ودمت وتحديدا مناطق نقيل الخشبة ويبار والعبلين مستغلة واقع الهدنة حيث سجلت لجان التهدئة والتنسيق في محافظة الضالع أكثر من 19 خرقا لها خلال 12 ساعة تواصل خروقات الميليشيا لاتفاق التهدئة الأخير لا يبدو جديدا بل مارسته واقعا خلال خمس هدن سابقة على نحو يؤشر بسلوك الميليشيا الرافض للنداءات السلام ترجمة نانسي قنقر